بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق ورمسرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين ومشاهدين متابعين الرابع والناس من ذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمال على الموجة 7.8 نصبح عليكم بالخير في هذا اليوم الـ 226 شوال لعام 1434 هجري الموافق 2 سبتمبر لعام 2013 نصبح عليكم بالخير تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معانا إبراهيم من الأخبار معانا زهير ومن الإعداد والإخراج معانا كذلك إخراج وإعداد ولا إعداد بس ولا إخراج بس نزار نزار وفي الإعداد والتقديم أخوكم يعقب يوسف العوضي يا مرحبا بكم ويانا طبعا نزار وهقني شويتي طلعني مرة وحدة على الهو فيزاه الله خير شخ بارك نزار التبخير طبعا نتمنى لكم نتقضون وقت ممتع معانا من الآن وحتى الساعة الواحدة رح نستقبل مكالماتكم على 60055160 ورسائلكم نصي الغصير للسيمس نستقبلها على 70019 الشبكتين طبعا اتصالات ودو نأخذكم كالعادة في جولة سريعة بأخبارنا المحلية لهذا اليوم طبعا الخبر من جريدة الخليج التقى منصور والببلاوي والسيسي وأكد ارتياح الإمارات لعودة الأمن والاستقرار محمد بن زايد خليفة يسخر كل الإمكانيات للنهوض باقتصادي مصر مصر المستقرة قوة ودعامة لنهضة العرب والجيش حافظ على أركان الدولة وصانى مكتسباتها جدد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد يوضى بناء بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الدعم دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب المصري وخياراته في تحديد تطلعاته ومتطلباته الوطنية مؤكدا سموه أن وقوف الإمارات بجانب شقائها نابع من انتمائها العربي ومن سياساتها الوطنية والقومية والإنسانية القائمة على السلام والأمن والتسامح والمحبة وأكد سموه خلال استقبال المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله واضحة في هذا الصدد وتتمثل بتوفير الدعم لمصر وشعبها ومساندتها في الحفاظ على استقرارها وأمنها وسلامتها وتسخير كافة المكانيات للنهوض باقتصادها إيمانا منه بأن مصر القوية والمستقرة هي قوة ودعامة للنهضة العالم العربي والأمة الإسلامية وأكد سموه ارتياح الإمارات لعودة الأمن والاستقرار إلى مصر بفضل جهود القيادة المصرية في هذه المرحلة المهمة وبمشاركة مختلف القوى الوطنية لتنفيذ خارطة المستقبل التي تؤسس لعصر جديد تمارس فيه مصر دورها المهم إقليميا ودوليا وقال سموه أن دولة الإمارات ستظل دوما قيادة وشعبا سندا قويا لمصر وشعبها الشقيق سيرا على نهج الإمارات الثابت الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زائد بن سلطان آل الهيان طيب الله ثراء كذلك من أخبارنا المحلية سعود بن صقر يشيد برأية وحرص خليفة على تشجيع العلم أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن التنمية هي الضمان الأولى لمستقبل وأن التنمية البشرية هي أساس النهضة الحقيقية والشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وأشاد سموه بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظ الله واهتمام سموه وحرصه على تشجيع العلم والتعلم ودعم المؤسسات التعليمية كذلك من أخبارنا المحلية بناء على توجيهات خليفة وبإدارة صندوق أبو ظبي للتنمية 367 مليون درهم منحة إماراتية لتمويل مشاريع تنموية في باكستان بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظ الله وقع صندوق أبو ظبي للتنمية والمشروع الإماراتي لمساعدة باكستان على مذكرة تفاهم نيابة عن حكومة دولة الإمارات تقدم الحكومة بمجابها منحة مالية لجمهورية باكستان قدرها 367.3 مليون درهم أي 100 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار الدعم والمساعدات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية باكستان الإسلامية طبعا المنحة تغطي ثلاث مشاريع حيوية تخدم قطاعات النقل والتعليم والصحة وكذلك محمد سيف السويدي القيادة الرشيدة حريصة على مد يد الخير لدول العالم و223 مليون درهم لتمويل إنشاء طريق ماكين ميرات شاه في وزيرستان و92 مليون درهم لتمويل المرحلة الثانية من مستشفى الإمارات التخصصي في إسلام آباد كذلك وفق آلية جديدة أصدرتها وزارة المالية المركزية تولى تحويل رواتب موظفي الحكومة للبنوك وثلاث محاور لصرف الرواتب وردها والتنسيق المستمر كذلك أتم تجراءات صيانة المساكن الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وكذلك من أخبارنا المحلية حلت إشكالية التصديقات وعدم توافر الشهادات التربية تيسر إجراءات تسجيل الطلبة السوريين في المدارس الخاصة ورايا المحرزي 70% نسبة الغش التجاري في الأسواق المحلية طبعا ناخذ الخبر هذا بتفصيل شوي أوضحت رايا المحرزي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمس خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج الخط المباشر عبر إذاعة وقناة الشارقة ردا على شكوى متصل على الأسعار أن نسبة الغش التجاري في الأسواق المحلية تقارب 70% من المعروضات سواء كانت مواد غدائية أم ملابس أو سيارات وغيرها من مواد تجارية جاء ذلك بناء على حملات التفتيش الميدانية التي تقوم بها يوميا بينما لا يتقدم كثير من المستهلكين بشكوى وأشار إلى قصور الجهات والمؤسسات الحكومية في دعم الجمعية لأداء دورها ما أدى إلى ضعف السيولة في الجمعية فيمكن الناس يشتكي تقول والله ما في تجاوب وما في من إدارة حماية المستهلك ومن جمعية الإمارات لحماية المستهلك فالله المستعان يعني الواحد يشتكي على الأقل يأدي الدور اللي عليه هم تابعوا وما تابعوا وعلى الأقل الملاحظة ها يمكن يأخذونها بعين الاعتبار فإذا أنت بتسكت وأنا بسكت وهذاك بيسكت وهذيك بتسكت عالما حلين المشكلة تشاهده معناته مثل ما قال واحد رفع قيمة الشوارمة من درهمين إلى درهمين إلى نص إلى ثلاث إلى ثلاث إلى ثلاث ونص إلى أربع درهم أظنني وصلت أحين ولا كام الشوارمة فيوم واحد سأل قال يا أخي ليش ترفع الأسعار قال ما الناس بتدفع فمدام الناس تدفع ما حد بيكلم وكيد ما في حد ما يبره لكن إذا بتشتكي وبتحتج الله المستعى كذلك ولي عهد عجمان يستقبل قنصل الكويت استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبي في الديوان الأميري أمس طارق خالد الحمد قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلا لبلاده لدى الدولة وتمنى سمو لعهد عجمان للقنصل التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية مثنيا على جوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولتين الإمارات والكويت في مختلف المجالات من جانبه تقدم القنصل بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا على ما حضي به من حفاوة وتكريم خلال فترة عمله في الدولة مشيرا إلى أن الدولة تبوأت خلال فترة وجيزة مكان مرموقة على خارطة الدول المتقدمة حضر اللقاء حمد النعيمي مدير الديوان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سموي ولي العهد ويوسف النعيمي مدير التشريفات وعدد من كبار المسؤولين كذلك من أخبارنا المحلية هيئة تنمية المجتمع تطلق رسميا الخدمة الاستشارية لفئة كبار السن ناخذ هذا الخبر بعد لأن كبار السن ما لنغنى عنهم جزء لا يتجزأ من المجتمعهم والخير والابركة أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة الخدمة الاستشارية الخاصة بكبار السن رسميا برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وتتمثل المبادرة في تقديم كل أنواع الدعم وسبل الراحة لكبار السن في إمارة دبي وتهدف الهيئة من خلال إطلاق مبادرة الخدمة الاستشارية إلى نشر الوعي بأساليب العناية والرعاية والطرق الصحيحة للتعامل مع كبار السن لجعلهم مستقلين ومدمجين في المجتمع وذلك من خلال استقبال المكالمات والرد على الاستفسارات الواردة من كبار السن وأقاربهم والقائمين على رعايتهم ومن الطلب الباحثين والأكاديميين في المجال الاجتماعي كما سيتم استقبال أي مقترحات وأفكار تدعم هذه الفئة ويمكن للجميع التواصل مع الأرقام التي خصصتها الهيئة على الهاتف المجاني 821-21 800-2121 أو الهاتف المتحرك 05-66-03-99-33 مرة ثاني الرقم 05-66-03-99-33 ويمكن تقديم الاستشارات أو الاستفسارات إلكترونيا عن طريق موقع هيئة تنمية المجتمع وأشار أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي إلى أن المبادرة تم طوي تحت برنامج كبار السن الذي يوفر العديد من المبادرات الداعمة لكبار السن أطلقت الهيئة منها مبادرة وليف وبطاقة المسن والرعاية النهارية واستشر خبراتي الاجتماعية وفي وقت سابق وأضاف أن الهيئة قامت بدراسة الوضع الحالي للخدمات المقدمة لكبار السن على مستوى إمارة دبي من جهات خاصة وحكومية وبناء عليه تم توفير جميع الاحتياجات الاستشارية لكبار السن ضمن المبادرة وقالت مريم الحمادي مدير إدارة كبار السن في الهيئة أن عدد كبار السن في إمارة دبي يصل إلى 8304 منهم منهم 468 مسن يقيم بمفرده في المنزل أو مع القائم برعايته أي الخادم ومن خلال تطبيق المرحلة التجريبية للخدمة الاستشارية ولوحظ أن معظم كبار السن الذين يقيمون بمفردهم بحاجة إلى من يستمع إليهم ويوجههم إلى الجهات المختصة للحصول على احتياجاتهم الأساسية وتقديم الأرشاد للقائمين على رعايتهم مع الأخذ في الحسبان التغيرات النفسية التي يمرون بها وبخاصة فوق سن السبعين 468 مسن يقيمون بمفردهم في المنزل أو مع القائم برعايتهم له الخادم طيب سؤال يطرح نفسه وين عيالهم وين أحفادهم فالله المستعان طبعا بادرة جميلة الصراحة ويشكرون عليها هيئة تنمية المجتمع ويزاهم الله خير من غير الأجر اللي بيحصلون طبعا يزاهم الله خير بأنهم يرفهون عن هذه الفئة اللي قد تكون مع الأسف الشديد مهملة في بعض المجتمعات وفي بعض الدول وفي عند بعض الأسر كذلك فهذه الملجأ بالنسبة لهم كذلك يمكن يجمعونهم بين فترة وفترة لأنه يمكن الكبير في السن ما يفهم الله على الكبير في السن مثله ما يفهم أعراضه ومعاناته ممكن نحن مع الأسف الشديد ما نحس فيهم أو ما نستمع لهم أو حتى نضايق من أي تصرف يقومون فيه سواء عدم يعني يضعف السم عند يضعف البصر عند يزيد عند الإلحاح سبحان الله يكون مثل الطفل الكبير فيزاهم الله خير على هذه البادرة ويزاهم الله خير كذلك على التوعية أنه نحن في أشياء يمكن أن نحن ما نعرف عن الكبار في السن فالواحد يثقف في المجال هذا لأنه باتشر الدنيا دوارة تراك يمكن أن تكون مكانهم طبعا هنا في الجريدة صحف صور عفوا زيارة سيد الشيخ محمد بن زايد لمصر واستقبال بحفاوة طبعا في الشوارع والصور واللافتات يزاهم الله خير كذلك من أخبارنا المحلية طلع على سير العمل ووجهها بتقديم أفضل الخدمات للجمهور سيف بن زايد يفتتح مركز شرطة الخالدية الجديد كذلك هيئة كهرباء ومياه دبي تستقبل وفدة من الهيئة الاتحادية ووزارة البيئة تنظم ورشة عمل عن الإفطارات الإفطارات الغذائية وبيت الخير تسير الدفعة الثانية من الأيتام لأداء العمرة وضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لعام 2013-2017 بلدية العين تباشر وتنفيذ عشر مشاريع بنية تحتية في الجيمي كذلك 350 ألف مستفيد من حملة الأضاحي للهلال في 2013 ومركز جامع الشيخ زايد الكبير ينظم محاضرتين خلال أغسطس ما شفتنا الكهرباء يا نزار وكذلك عقدت سلسلة اجتماعات مع هيئة التدريس التقنية تطلق نموذجا أكاديميا جديدا يلبي الاحتياجات الوطنية وجامعة خليفة ونظم يومين تعريفيين لطلبة البكاليريوس والماجستير الجدد كذلك السلطات الأمنية تفاوض أزباكية تهدد بتفجير مبنى نيابة دبي ناخذ الخبر هذا بالتفصيل يمكن أمس أثار الذعر والضجة صرحت شرطة دبي أمس أن أمرأة أزباكية دخلت لمقار النيابة العامة في دبي صباح أمس مصطحبة معها طفلها مدعي أنها تحمل حزاما ناسفا حيث هددت بتفجير نفسها داخل المبنى إذا لم تتم الاستجابة لطلباتها في مساعدتها لإنهاء خصومة شخصية مع أحد الأفراد التي تحاول إثبات نسب طفلها إليه حيث تم على الفور إخلاء المبنى والمنطقة المحيطة تماما واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين المكان وضمان سلامة جميع الأفراد المتواجدون في محيط الواقعة وأوضح بيان صادر عن مكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن الشرطة وشرطة دبي أن فريقا من المفاوضين الأمنيين يقوموا حاليا بالتواصل مع المرأة المذكورة للوقوف على طلباتها بهدف إيجاد مخرج يضمن انهاء الأزمة بسلام حيث طلبت المرأة حضور محاميها في بادرة تشير لقرب انتهاء الموقف فيما أكدت شرطة دبي إخلاء المكان تماما من جميع العاملين والمراجعين من الجمهور وأكدت شرطة دبي أن التحريات المبدئية ظهرت أن المرأة لجأت إلى هذا الأسلوب المتطرف لجذب الانتباه وكسب التعاطف معها في محاولتها إثبات نسب الطفل لوالده منوهة بأن السلطات اتخلت فور بدء الواقع جميع الاحتياطات الضرورية فيما تعمل حاليا على ضمان الحفاظ على حياة المرأة وطفلها وكذلك تجنب أي تردود فعل غير محسوبة من شأنها إحداث أي إصابات أو أضرار بالمنشأة الله المستعان والفيلم هندي أحنا ما أدري عنده حزام ناسه أو لا عندها حزام ناسه طبعا نحن تواصلنا ويشل طي تبي قالوا لنا الجماعة إن شاء الله في بيان رسمي راح يصطر من المكتب الإعلامي عندهم فانتظار إن شاء الله البيان الرسمي الثاني أكيد بيعطونا تفاصيل أكثر لكن يعني الواحد يستغرب إذا كل واحد يو ربط حزام وداش منشأ وقال مشكلة يا أخي كذلك أكد موظفون نياب العام أن المرأة اقتحمت مبدأ النيابة قرابة الساعة 12 و 20 دقيقة ظهرا بينا موظفون ومراجعون نيابة أن المرأة شرعت بالصراخ فور دخولها إلى صالة خدمة العملاء وخلعت العباء التي كانت ترتديها وحملت في يدها رموت كنترول بدعوة أنه للتحكم بالحزام الذي ترتديه شرع بعض الموظفون المتعامل بالخروج من المبنى على وجه السرعة بعد دخول المرأة فيما سمع الموظفون في الطابق الثاني صراخها استخدم موظفون نيابة العامة جميع مخارج المبنى أثناء إخلائه أكد موظفون نيابة أنه سمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد اقتحام المرأة للمبنى أحاطت مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني مبنى النيابة فيما تجمع العشرات من أفراد الشرطة بالقرب من الموقع أحاطت الشرطة مبنى النيابة العامة ومواقفه بشريطة التحذير من جميع الجهات ومنعت السيارات من الدخول إلى المواقف وكذلك لمبنى محاكم دبي المجاور للنيابة العامة انتظر بعض الموظفين النيابة العامة والمراجعين لساعات طويلة بالقرب من مقر النيابة العامة وذلك كون سياراتهم كانت داخل الشريط التحذيري ومنعوا من الدخول إليها وأخذها حتى وقت متأخر فيما عادل بعض إلى منازلهم مستخدمين المواصلات العامة تاركين سياراتهم في المواقع قامت الكلاب البلوسية التابعة لشرطة دبي بتفتيش السيارات المحيطة بمبنى النيابة وبعض حاويات القمامة انتظر الصحفيون حتى ساعات متأخرة لمتابعة تفاصيل الحادثة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر المعلومات بعضها غير دقيق والصور بعد اقتحام المرأة لمبنى النيابة إذا هم الله خير طبعا هذه يثبت الجاهزية اللي عند شرطة دبي ما شاء الله عليهم في التعامل مثل الحالات النادرة حتى لو انها كانت نادرة لكن الحمد لله رب العالمين انه ما كانت في لا خسائر بشرية ولا خسائر مادية فيلم هندي نزار نزار تخيل نفسك انت داخل شو بتسوي الله المستعان لا صدق والله شو كنت بسوي نزار تخيل نفسك يعني ها زي ما حد قدر يعفد عليها مثلا يسحب الرموت من يتا ها صح ولا لا فاضري بالله الله المستعان زين هارون شو راسم اليوم هارون راسم رسمة غريبة عجيبة راسم يريور اللي هو سمك القرش كبير وفي اسمتها صغيرة حذالة وتقول لم احد مرتاح في هالدنيا غيرك اسمتها اللي صغيرة تقول حق اليريور محد مرتاح في هالدنيا غيرك شو رايك يا نزار ناخذ هذا الفاصل ونرجع تواصل معكم اشتركوا في القناة